بعد مرور عام على تعيين أمين محمود محافظاً لمحافظة تعز صدر قرار جمهوري بإقالته وتعيين نبيل شمسان وزير الخدمة المدنية في حكومة الوفاق التي انقلبت عليها ميليشيا الحوثي في سبتمبر 2014 الإقالة جاءت بعد مرور أكثر من شهرين على مغادرة محمود مدينة تعز واستقراره في القاهرة وكنتيجة على استمرار حالة الإنفلات الأمني والعسكري في المحافظة حزمة من القرارات أصدرها هادي استهدفت أيضاً قائد محوري تعز اللواء خالد فاضل الذي تم تعيينه مستشاراً لوزير الدفاع وتعيين اللواء سمير الصبر خلفاً له في قيادة المحور تعز المحافظة الأكثر تضرراً من الحرب والحصار المفروض عليها من قبل ميليشيا الحوثي تعاني منذ ما يقارب الأربعة أعوام من الانقسام الداخلي بين الوحدات العسكرية والتنظيمات السياسية وعانت كثيراً من الإنفلات الأمني والاغتيالات وانتشار العصابات المسلحة والميليشيات المتطرفة المدعومة من الإمارات يأمل أبناء المحافظة أن تسهم هذه التعيينات في خفض مستوى العنف والتوتر وتوحيد الأجهزة الأمنية والعسكرية وقبل ذلك الحضور الفاعل للسلطة المحلية وإنهاء حالة الصراع في شوارع وقرى المحافظة بين الفصائل المسلحة ثالث محافظ للمحافظة الأكثر تعداداً للسكان والمفتوحة على مختلف المآسي والصراعات فهل ستشهد فراجة مع مطلع العام الجديد أم أنها ستنقل ملفات الماضي معها وتشهد موجات جديدة من العنف والفوضى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر